لم تترك عابرة حفاوة الاستقبال النادرة عند وصول الكاظمي أنقرة إنما قرأت صور كسر البروتوكول التي فعلها رئيس التركي رجب طيب أردوغان باستقباله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لأول مرة مع رئيس حكومة عراقية بمعاني التفاؤل لصناعة عهد جديد بين البلدين الزيارة التي عنوانها رئيس التركي بنكهة عراقية لها دلالتها المباشرة لتأثير سياسة الكاظمي في تحويل لغة التوتر المشحون سياسيا إلى هدوء مرغوب يمهد الطريق أمام العراق ويفتح له الأبواب المغلقة كتلك التي فتحها الكاظمي مع المحيط العربي العيون التي قرأت الرسالة هي ذات العيون التي ترقبت تفاصيل المباحثات بين بغداد وأنقرة لتطرح تساؤلات حول مسار العقد الثلاث الأمن والمياه والاقتصاد الشائكة منذ زمن القراءة الأكثر وضوحا تبدو في تكتيك رجل الحكومة العراقية أنه استطاع إعادة العراق إلى واجهة الدول الأكثر استقطابا بين الدول المتقدمة اقتصاديا وإتاحة فرص المنافسة الاقتصادية وهو ما جعل الحكومة التركية ترى في خطى الكاظمي عراقا مرغوبا للاستثمار تحليل المراقب الاقتصادي على اهتمام تركيا لزيادة حجم تبادلها التجاري لتحاول رفعه من 12 إلى 17 مليار دولار لكن الفائدة بالمقابل تتمثل في صناعة الحكومة العراقية لبيئة خصبة تشجع المستثمر العربي والتركي وتزيد من أوجه المنافسة بينهما باب اقتصادي يفتح في وقت مناسب سيما الأزمة المالية ومسار العملة الذي يأخذ منحا متسارعا في العراق ما بين السطور تقرأ تحركات الكاظمي في إطار تحقيق الرجل لوعوده التي قطعها على نفسه منذ تسنمه منصب الرئيس على أن يهيئ بداية جديدة أمام السوق العراقي في الصناعة والزراعة لتقليل الاعتماد على النفط وهو ما وضع أسسه مع بداية مشواره الحكومية في المحصلة فإن ضائقة المياه الرئيسية تجد مساقا سهلا للعبور وشريانا متاحا في كل من بغداد وأنقرة طالما وجدت الطاولة الدبلوماسية المتاحة اليوم أكثر من أي وقت مضع حيث جعل رئيس الوزراء البيئة أكثر خصوبة بعد أن كانت توتر عنوان المرحلة الماضية مع تركيا الجارة الثقيلة بوزنها السياسي والاقتصادي والأمني ترجمة نانسي قنقر